وتقول لها تعال نقعم زنوياكتب من الصالح وشانو الصلح اللي يعني ترجوه من مثل هولاء الاشخاص العجبة الثاني هو ان الهولاء اللي يجوا لطرابلس يعني جايين يطنقشوا ونافخين وداجهم وكاينهم جاييني هم الناس اللي انتصروا في الحرب وكاينهم هم اللي الكلمة الفصل اللي هم هم وجايبين بيهم لو شروطهم وفي الوقت نفسه ايضا مهم جايين للصلح وانا اقسم على ذلك هم جايين لتحقيق او لتسجيل نقطة فوز على ما بقي من رموز من ثورة 17 فبراير ابدا ما في نيتهم صلح كل نواياهم والنية يعلمها الله سبحانه وتعالى ولكن هم اظهروها الحمد لله حتى التي كانوا يخفونها ظهرت فيها الملتقى هذا كل نواياهم وكل احلامهم وكل ما جايين يبنوا عليه هو ان ترجع جمهاريتهم التانية يرجع نظام معمر قداف حتى ولو بدون معمر قداف ما اتوا للصلح ابدا ما هناكش واحد يجي للصلح وعقله خارب قاعد نفسه معشش فيه الخراب اللي منتاع 42 سنة اللي فاتت قاعد هو نفسه قاعد نفس الخطاب قاعد بنفس العقد قاعد بنفس السوق قاعد بنفس طريقة الكلام وطريقة المعاملة ما تطوروش حتى جرام للأفضل بل بالعكس زادهم التساهل اللي لقوهم زادهم غيا وزادهم غرورا وزادهم عجبا بأنفسهم حتى ظنوا أنهم سيملون شروطهم وسيخرجون بما أتوا به هاو هذه الرموس يعني انت زاي للطرابلس اللي انت تتم فيها عسسنها مدينة ماليشيات ومدينة مش عارفين فيها وصفتها ونعتها ما خليت وما قلت عليها سواء الشعب اللي ساكن فيها سواء الناس اللي قاعدين فيها سواء الناس المسلحين اللي شدين اسلاحهم وقاعدين يحموا فيها ما خليت وما قلت عليها وتوا يستقبلوكم في المطار وتخش وتشوفوا شن هي طرابلس حتى بمجرد المقارنة البسيطة اللي في دماغك انت لو كنت عندك درة انصاف وحدة وشفت طرابلس لما كان سيدك حاكم فيها كيف كانت وتوا كيف ولكن هما ما ينظروش للكلامات هما عندهم هدف وحيد فقط هو اجتثاث تور 17 فبراير من جدورها واعادة نظام الحكم الشمولي مرة اخر واني نقول لكم اراه حتى الاحداث اللي صارت بعد تور 17 فبراير وبعد الانتخابات البرلمانية والتي كانت من افضل ما جرى من انتخابات في ليبيا في عهدها او في تاريخها الكامل وافرزت هذه الانتخابات مؤتمر وطني والمؤتمر الوطني يعني انتخب حكومة وبدأ شعب الليبي يتطلع للافضل وكن هذه التجربة الاولى التجربة التانية ستكون افضل والتالتة افضل الى ان نصل الى الحلم الذي كنا نحلم به والذي قمنا بثور 17 فبراير من اجله وهو الوطن الحر الديمقراطي الذي تتساوى فيه الفرص ويعيش فيه الناس على حد سواء وتوزع فيه التروات وتصرف فيه على التنمية ومعاش فيه زوار فجر ما فيش واحد يجيه يرفعك يقول تعنبوك خمس دقائق وتقعد خمس سنين ملوح فيه اشبه وين اهلك ما عاش يندروا عليك لكن الناس هدية ما فيش اول الكلام هداي ورغم 11 سنة وهم يتآمروا علي تورة 17 فبراير وكل ما صار من مشاكل وكل ما صار من اخفاقات في تورة 17 فبراير في 11 سنة كلها سببها او لا قاعدين في مصر في فرنسا في بريطانيا امقى عمزين المليارات والملايين عندهم سارقينهم وحطينهم في البنوك غادي ويصرفوا ويتآمروا ومهمش ساكتين واللي موش مصدق الكلام اللي نقول فيه يعدي يراجعي الفيديوهات متاع احمد جداف الدمشي كان يقول موسيقى موسيقى احمد جدافته